احتفالات اليمنيين بالعيد السابع والخمسين للسادس والعشرين من سبتمبر تعكس عظمة ومكانة الثورة في الوجدان والقلوب الميليشيات تجرح امرأة وتستهدف القوات المشتركة في ريف الحديدة وتمنع إدخال المساعدات للمحاصرين بمدينة الدراهمي قوات المشتركة والمقاومة تحبطان تسللات للميليشيات في حجر والزبيريات بالضالع وتكبدانها خسائرات العدة والعتاب ثالثة والنصب توقيت العصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم ستظل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة خالدة في قلوب اليمنيين ومال احتفالات التي أقيمت بعيدها السابع والخمسين التي شملت محافظات عدة حتى تلك الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية تدل على عظمة هذه الثورة ورسوخها ولن يستطيع أحفاد الإمامة أن ينألوا منها فالمارد اليمني الذي خرج عام 62 من قمقم جهل وتخلف النظام الكهنوتي الإمامي لن يستطيع الإماميون الجدد إعادته إليه بعت الأخ أحمد علي عبدالله صالح برقية شكر جوابية لأعضاء اللجنة العامة والدائمة والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وعضاء مجلسي النواب والشورى وكل قيادات وقواعد المؤتمر في الداخل والخارج والقيادات والشخصيات الاجتماعية وكل شرفاء الوطن من الأحزاب والقوى السياسية ذلك ردا على برقيات التهاني والاتصالات التي تلقاها منهم بمناسبة العيد السابع والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة وعبر الأخ أحمد علي عن شكره وتقديره للمشاعر الصادقة والنبيلة التي عبر عنها المهنئون في بقياتهم والتي تعكس مدى وفائهم ونبلهم مشيدا بهذا التلاحم الوطني والالتفاف الشعبي الكبير تجاه ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر الخالدة والتي تؤكد مدى الوعي الوطني والتمسك بأهداف الثورة المجيدة كما تقدم بالتهنئة لهم ولجميع أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تمكن خلالها اليمنيون من القضاء على الحكم الكهنوتي الرجعي الذي جثم على صدر الوطن على مدى أكثر من عشرة قرون وذاقهم شتى أنواع العذاب ولم ينتج عنه سوى الفقر والتخلف والجهل والمرض وأكد الأخ أحمد علي عبدالله صالح سمو أهداف الثورة السبتمبرية الخالدة في التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات وبناء جيش وطني قوي لحماية الثورة ومكاسبها وغيرها من الأهداف السامية التي يتمسك بها الجميع ويدافعون عنها اليوم بكل بسالة وذلك لمواجهة الاتداد على أهداف الثورة من خبل ميليشيات الحوثي الطامحة لإعادة الكهنوت وعبر عن شكري لجمهورية مصر العربية الشقيقة ودورها في إنجاح ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وامتزاج الدم اليمني والمصري في الدفاع عن الثورة والجمهورية ودع الأخ أحمد علي عبدالله صالح الجميع إلى استلهام دروس هذه المناسبة الوطنية العظيمة في التضحية والبذل والعطاء من أجل الوطن والشعب وحي المؤتمريين في الداخل والخارج على ثباتهم ومواقفهم الوطنية المشرفة راجيا المولى سبحانه وتعالى أن تعود هذه المناسبة الغالية وقد تحقق للجميع ما يصبون إليه من أمن واستقرار وسلام سائلا المولى عز وجل الرحمة والخلود لشهداء الوطن الأبرار أبطال ثورة سبتمبر وأكتوبر الخالدة الذين رووا الأرض الطاهرة بدمائهم الزكية كي ينال الوطن استقلاله وحريته وإنعم أبناؤه بالرخاء والأمن والاستقرار أحيات قيادة المقاومة الوطنية حراس الجمهورية بالسحل الغربي مراسيم إيقاد شعلة الثورة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة عشية احتفالات الشعب اليمني بعيدها السابع والخمسين عشية العيد السابع والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر أحيات قيادة المقاومة الوطنية حراس الجمهورية بالساحل الغربي حفل إيقاد شعلة هذا الحدث التاريخي الفارق بين عهد الإمامة البائد وميلاد النظام الجمهوري الخالد قيادة المقاومة الوطنية ممثلة برئيس العمليات العميد الركن عبد الرحمن نعمان مع كوكبة من منتسب حراس الجمهورية قاموا بإيقاد شعلة الثورة المتجددة في معسكر الدريهم بالحديدة وسط هتافات وأناشيد وطنية نقشنا أو كتبنا كنت في أقلامنا أبجد فكما لم تثني خروقات البنيجيات المتكررة على مواقع حراس الجمهورية عن نقش واسم العيد السابع والخمسين على التراب اليمني الطاهر أكدوا من خلال هذه المناسبة الوطنية أنهم سيثأرون بالنار المتقدة في صدورهم ممن أراد إعادة عجلة التاريخ إلى براثن الإمامة وقرون التخلف والظلام الحالك وجدد أبطال ألوية المقاومة الوطنية حراس الجمهورية العهد لشعبنا اليمني العظيم وقيادة المقاومة الوطنية حراس الجمهورية بأن يظلوا مدافعين بإخلاص عن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة وأن غيوم الميليشيات الحوثية التي تحمل الأحقاد لن تحجب مشاعلهم الوضاءة بأهداف الثورة السامية وشهدت العديد من المحافظات اليمنية يقاد الشعلة احتفاءاً بثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة التي عاد عيدها السابع والخمسون بألقه بأشحد النفوس بالأمل ويملأها بالعزيمة والإصرار شعلة أُقدت تُعيد وهج ثورة الإنعتاق من الظلم والقار والإستعباد وأنارت بنورها ظلام الإماميين الجدد عشية الذكرى السابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر ثمت فرحة في قلوب اليمنيين تحمل معاني كثيرة رغم المعاناة نحن الآن من أعلى كبه في جبل اليمني نبارك للشعب اليمني تحلول العيد السابع والخمسين أو الذكرى السابعة والخمسين في قيام دورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وبطل الإمامية وبطل التخلف والمجيئة ها هو سبتمبر يعود بألقه ليشحد النفوس بالعزيمة والإصرار من أعالي جبال ذمار الشامخة في مرحلة استثنائية تاريخية حرجة اجتمعت عليه المشاريع الظلمية التواقة لزمان التخلف والكهنوت على أيدي ميليشيات مرتهنة للخارج تستهدف استقرار اليمن الأرض والإنسان كل محاولات الطمس والتحريف لم تفلح في إطفاء وهج سبتمبر أو كبح التدفق لقوى الشعب اليمني فها هي تعز الأبية توقيد شعلتها في حكاية مختلفة لها تفاصيل عديدة تتعمق في نفوس أبناء الوطن موسيقى مأرب الحضارة والتاريخ رسمت هي الأخرى لوحة نظالية ثورية وحدوية جمهورية لتؤكد من جديد أن ثورة السادس والعشرين ستظل رمزا للحرية والأمان والتحرر من كل الظلم والاستبداد والقهر والجهل والظلام لشعلة السادس والعشرين من سبتمبر ذكريات في أذهان من عاشوا في أحضان الثورة منذ أيامها الأولى ومنذ بداياتها وهذه المرة اشتعلت إيذانا ببدء عام جديد من عمر ثورة سبتمبر المديد تحمل رسالة واحدة مفادها أن المتآمرين على الثورة والوحدة لينجحوا في تحقيق مبتغاهم وأن صفحتهم ستضوى لأنها تخالف نواميس الحياة موسيقى كما احتفت مدينية حيس في محافظة الحديدة بالعيد السابع والخمسين لثورة سبتمبر المجيدة بحفل عبر فيه أبناؤها عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلب كل يمني وطالبوا بالعمل على استكمال تحرير مدينة الحديدة وما تبقى من أرياف المحافظة برعاية من قيادة المؤتمر الشعبي العام ومحافظ محافظة الحديدة أقيم بمدينة حيس حفل انقطابي بمناسبة الذكرى السابع والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة التي نقلت الوطن من عهود التخلف والجهل والظلام إلى عصر الحرية والديمقراطية والانفتاح على العالم بعد أن عاش الشعب حقبا مديدة من الفقل والعبودية حرمته من أبسط مقومات العيش الكريم يحيي الأبناء مدينية حيس وفي هذا اليوم العظيم الذكرى السابعة والخمسون لثورة السادس والعشرون من سبتمبر المجيدة ذلك اليوم الذي فكر فيه ثور الأبطال ضباطا من الأحرار بالجيش قصور الإمامة الكهنوتية وأنهوا بذلك حكمة تاريخية سوداء من حكم الطوار يعيش المؤمنون بهذه الثورة أيام عصيبة ولا سيما وهم يرون جمهوريتهم التي طالما تغنوا بها تكاد تنهار على أيدي جماعة الحوذي الإنقلابية الإجرامية وهي الامتداد الطبيعي لحكم الأئمة الذين أطاحت بهم ثورة 26 سبتمبر 1962 عهد جديد بانبثاق ماليد الثورة الذي أطاح بنظام الإمامة في 62-900 و1000 وميلاد فجر أشرق بجمهوريته على كل ربوع الوطن فطوى عقود الخرافة والحرمان وخطى الأبطال في سماء المجد مسارا للأحرار يهتدي بسناهم الرام العلا وعلى خطى الثوار سار فكانت الأهداف الستة هي ترجمة لكل تطلعات الشعب بما حققته من إنجازات رفعت من مستوى أبنائه اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا إن المؤتمر الشعبي العام من يوم تأسيسه في الثاني والثمانين وهو يناضل في تحقيق هذه الأهداف أهداف الثورة السادس والعشرين من سبتمبر وبالفعل قد تحققت جلها إذا لم يكن معظمها إذا لم يكن كلها فقد تحقق هدف بناء جيش يمني قوي شهد له العالم جميعا بأنه الجيش الخامس إذ لم يكن الرابع على مستوى الوطن العربي تحقق في ظل عهد زعيم المؤتمر الشعبي العام الهدف الأسماء وهو هدف تحقيق الوحدة اليمنية بهذه المناسبة العظيمة الذكرى السابعة والخمسين للثورة الخالدة الثورة السبتمبرية ثورة الحياة ثورة التنمية ثورة البناء ثورة الأجيال التي لا يمكن أن يمحوها لا كهنة سابق ولا كهنة لاحق ها هم اليوم أبناء الثوار الأحرار في مدينة حيس وغيرها من المدن اليمنية يحتفلون بذكرى الثورة في عيدها السابع والخمسين متعهدين بالحفاظ على مكاسبها وإنجازاتها مؤكدين مضيهم على دروب المجد التي سار عليها آبائهم في ثورتهم ضد الظلم والتقيان على الأمم المتحدة سرعة إخضاع هذه العصابة للتخلي عن مشروعها مشروع الموت وبناء المقابر وتعميرها وصرعة إطلاق صراحة المعتقلات من النساء التي تقبعنا في سجون الحوثي ومنع تقنيد أطفال اليمن وحرمانهم من التعليم ولا استخاروا زوايا القفر أو رملوا ضرد وبسط وكسر ضل كاهلهم وسامر العقل بعض لزارهم طابلوا من محافظة الحديدة شرف الشمري اليمن اليوم واحتفل المواطنين في محافظتي مارب والجوف بالعيد السابع والخمسين لثورة سبتمبر الخالدة بإخامة الاحتفالات ابتهاجا بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل اليمنيين أجواء سبتمبرية لا مثيل لها تحيا في محافظتي الجوف ومأرب للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة ذكرى السابع والخمسون للثورة السادس والعشرون من سبتمبر التي أخرجت الشعب اليمني من براثين الفقر والجهل والجوع والمرض هذه الذكرى مثلت بزوغ لفجر جديد للجمهورية اليمنية لأكثر من خمسة وخمسين عاما لا سيما أبان حكم الزعيم صالح فوجدت المدارس والجامعات والطرقات وغيرها من الكثير من الإنجازات التي نقلت الشعب من مستوى التخلف والجهل إلى مستوى المدنية والتطور الحضاري خلافا عن ما كانت تمارسه الإمامية بحقهم في الفترات الماضية نحتفل اليوم بالذكرى 26 من سبتمبر الذي أخرج الشعب اليمني من الظلم والقهل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر هي أتت للكضاء على التخلف والجهل والفكر أتت لإحياء هذه الذكرى في الذكرى السابع والخمسين لهذه الثورة المجيدة في هذه الأماكن الكل يشارك بهذا اليوم التاريخي العظيمة يعبرون عن سعادتهم الوطنية بطريقتهم الخاصة رافعين علم الجمهوري الذي يحمل كيانهم الوطني واعدين ميليشيات الحوثي أنهم لم يتنازلوا عن ثورتهم المجيدة التي أرادوا إنكاسها بإنقلابهم المشؤومة على اليمن وإعادة الشعب إلى عصر الإمامة بلبس آخر نحتفل اليوم بالذكرى السابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة الثورة التي انتصر فيها اليمنيون وانتصرت إرادتهم على الرجعية والكهنوتية والاستبدادية أيضا وفي ذكرها اليوم تحاول الإمامة أو بالأصحح فادها الجدد عودة شكل الإمامة وإن بسيغة مختلفة ولكن ما تزال الجمهورية قائمة واليمنيون ينظلون على امتداد الخارطة الجغرافية في معارك السعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية يستميت اليمنيون اليوم ويؤكدون في الذكرى السابعة والخمسين لثورة السبتمبر على استمرار الفعل الثوري السبتمبري وعلى أيضا الاستمرار الجمهوري وحيث الجبهات الجوف واليمن عموما تواجه ميليشيات الانقلاب الحوثي التي حاولت ابتلاع الدولة والتي أيضا حاولت عودة الإمامة بشكل أو بآخر واقع ثورة السادس والعشرين من سبتمبر يعود إلى واجهة الحاضر فأبناء اليمن اليوم يخوضون معاركهم الشرسة بأغلب المحافظة اليمنية في وجه الإمام الحوثي الكهنوتي الذي يحمل مشروع أجداده وهو ما يبرهن الواقع الذي وصل إليه من تدمير مقرات التعليم والمؤسسات الحكومية وإغراق الشعب بالفقر والمرض لكن الوهم أقرب إليهم مما يحلمون فيه حتى وإن تعاقب الزمان علينا فبسواعد الأبطال والأحرار الذين يسيرون على نهج الزبيري والعلفي وعلي عبد المغني سيعود الوطن للمجد مجددا مهما طال الزمن أو قصر في ذكرى السادس والعشرين من سبتمبر يحتفل أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة موصلين رسالة إلى الإماميين الجدد بأن نماضون في تحقيق أهداف الثورة اليمنية عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم محافظة الجوفة التخلص من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما هدف نبيل ما كان لتحققه أن يستمر إلا ببناء الإنسان وتطوير المجتمع ثقافيا واقتصاديا حلقات متصلة ببعضها البعض ثورة شعب اعتبرت نهج حياة خاضت الجمهورية اليمنية معارك عدة كانت تصارع فيها فلول الإمامة في الجبال شمالي البلاد بقيادة محمد البدر بن حميد الدين والذي اعتمد على شراء ولاءات المشايخ وذممهم محاولا إعادة عجلة الثورة إلى الوراء ودأب بكل الوسائل إلى استمرار الفوضى أملا منه في العودة إلى كرسي الحكم إماما وخلفا لوالده لكن عزم الثوار قاتلهم وفر فلوله الأدبار في معركة استمرت لخمس سنوات كان الغلبة فيها بفضل الله للشعب وقد كان للدور العربي المتمثل في جمهورية مصر العربية بقيادة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر خير سند وعون في إرساء مدامك الثورة اليمنية المباركة معركة اليمن معركتنا ثورة اليمن ثورتنا ده هو بيعتقد أنه هو من عيلة مميزة عيلة الأسياد وباية الناس عبيد هل ده هو الإسلام؟ هل الإسلام قال أن تكون فيه عيلة تسود والشعب كله عبيد سعت جمهورية مصر العربية إلى النهضة باليمن وإرساء مدامك الثورة بستين ألف مقاتل من خيرة أبنائها وأرصت بذلك دعائم الجمهورية ليسعى بعد ذلك الجمهوريون للتخلص من كل عقبات الإمامة التي قضت على تطور الشعب ومسيرته وفق العالم والمتغيرات من حوله لذا ركزت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في أساسها على الفرد تعليميا باعتباره لبنة لبناء المجتمع مضت جمهورية الشعب في اليمن على أهداف مرسومة وواضحة أدى الالتزام بنصوصها ومضامينها إلى التقدم والتطور ومواكبة مسيرة العالم وجعل ماضي الإمامة عبارة عن ذكرى أليمة فهدفها الأسماء هو التخلص من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة نظام حكم جمهوري عادل يزيل الفوارق والامتيازات بين الطبقات وهيهات أن تعود عجلة الماضي إلى الوراء فقد تجاوز الشعب برحلة التخلف وارتضى لنفسه الجمهورية نظاما عادلا يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه معلنا بعلو الصوت يوم من الدهر لم تصنع أشيحته شمس فحار صنع لها كما جاءت ثورة سبتمبر للبناء والتنمية والحفاظ على ممتلكات اليمنيين التي كانت عرضة لنهب الإمامة الكهنوتية التي اعتمدت مظام الجبايات واختلاس المواطنين والتي تحدو الميليشيات الحوثية حدوها لاستنساخ مظام الإمامة التي قضت عليه الثورة الخالدة قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر كانت اليمن ترزح تحت تسلط الأئمة الذين أغلقوا البلاد وعزلوها عن محيطها الخارجي وجعلوا الشعب يئن تحت جبروتهم ولا يرون في المواطنين سوى موردا للجبايات والإتوات متنصرين عن أي واجبات تجاههم ما كان يعرف بعامل الإمام كان متسلطا فوق رؤوس المواطنين في انتظار خراج ثمار الزروع ليأخذ حصة الإمامة وهي الأكبر فيما المواطن الذي يحرث في الأرض شهورا عليه أن يسلم حصة من ثماره للعقفة وإذا ما ساقته الأقدار لمحاكم الآئمة فعليه حينها أن يضاعف من الجبايات المتوجبة عليه ويزيدها بالبيض والسمن والعسل لم يكن هناك رواتب أو مشروعات أو أي التزامات لنظام الآئمة تجاه المواطنين بينما عليهم دفع الجبايات والإتوات والنذور والأوقاف بمختلف مسمياتها وهو ما ورثته للإماميين في وجههم وشكلهم الحوثي كنهج سلالي مقيت يحذون حذو الكهنوت الذي جثم على صدر اليمنيين عقودا من الزمن حتى بزغ فجر الحرية في السادس والعشرين من سبتمبر المجيد ووضع أسس بناء اقتصاد الدولة اليمنية بعيدا عن الجبايات والأتوات الفردية اقتصاد قائم على الحرية والمنافسة والاندماج مع الاقتصاد العالمي فتحول الجمن إلى مصاف الدول المنتجة للنفط والغاز وتطورت القطاعات الصناعية والتجارية والانتاجية فاحتضنت البلد أكثر من أربعين ألف منشأة صناعية وعرفت أسس اقتصاد حديث قائم على الموازنات السنوية والميزان التجاري وبعد أن عرف اليمنيون لعقد من الزمن معنى الحرية في ظل حكم الجمهورية يحاول الإماميون الجدد في شكلهم الحوثي إعادتهم إلى عصور التخلف والظلام فالميليشيات الحوثية تمارس جباية الأموال بمختلف الحيل والطرق والأسباب فبعد نهب مؤسسات الدولة وإفراغ خزائنها توجهت الميليشيات للبنوك والشركات والمحلات التجارية كبيرة كانت أو صغيرة وفرضت عليها جبايات سواء لتضخيم ثروات المشرفين أو لدعم الجماعة ومناسباتها واحتفالاتها وحربها العبثية التي تخوضها منذ خمس سنوات ضد الشعب اليمني حتى الفقراء الذين دفعت بهم الظروف الكارثية التي أفرزتها الحرب العبثية للميليشيات الحوثي تتلقف جماعة الكهنوت للمساعدات المخصصة لهم لتنهبها وتحولها إلى السوق السوداء لبيعها وتمويل جبهتها أساليب وحيل لا تخطر على بال تنتهجها الميليشيات لجباية الأموال فحتى المختطفين من منازلهم أو نقاط التفتيش ترفض الإفراج عنهم قبل دفع فدية مالية ما يعد امتدادا لسلوك الآئمة في الرهائن والفدايا جماعته السلب والنهب والابتزاز عصابة لا تلقي بالا لأي مسؤولية تجاه المواطنين المدقعين المطحونين فما يهمها هو الجباية والمال الذي تأخذه بقوة السلاح ومن يرفض فالسجن في انتظاره في سلوك إمامي توارثته الميليشيات الحوثية من حكم السلالة الكهنوتية خلال ردح من الزمن وستظل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر محفورة في قلب كل يمني فهي التي انتشلته من الظلم والكهنوت والسلالية البغضة التي تحاول الإمامة الجديدة إعادته إليه لكن لا محالة فمن عاش عهودا من النور لن يقبل العودة إلى الظلام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي أطاحت بالإمامة التي جعلت الشعب يعيش الفقر والجوع والجهل ولا يوجد لا مدارس ولا خدمات طبية ولا مدنية وبعد مرور سبع وخمسين عام جاءت الميليشيات الحوثية أن تعدنا إلى هذا العصر وهذا شيء مستحيل بذل الله سبحانه وتعالى وسنبدل أرواحنا وأموالنا وأولادنا دفاعا عن الثورة والجمهورية وبهذه المناسبة السعيدة لذفوا أسماء آية التهاني والتبركات إلى القيادة السياسية وإلى الشعب اليمنى العظيم وإلى الأخ الفد القائد طارق محمد عبدالله صالح بمرور سبعة وخمسين عاما على ثورة ستة العشرين ستمبر الضافرة التي كانت بها انعطاق الشعب اليمنى من الحرمان والظلم والاستبداد والتخلف والجلاثي الفقري والجهري والمرض الذي كان الماركة الكهنوت بيب حميد الدين إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلابد أن يستيديق القدر ولابد للليل أن ينقلب ولابد للقيد أن ينكسر ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ثورة ضد الأمامية وضد الضغاء ضد الظلم والقهر الذي كان يعيشه المجتمع اليمنين ثورة السادس والعشرين سبتمبر حققت أرقى المسويات المجال التعليمي في الطرق والقصور بالنهضة المعمارية فترى المدرسة في كل قرية والشوارم ملتسقة بعضها ببعض والمديريات بعضها ببعض والجامعات في كل محافظة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر هي ثورة لكل اليمنيين ضد الإمامية ضد الطغاء ضد الظلم ضد القهر ضد القهل الذي كان يعاني منه الشعب اليمني نحن اليوم نقصد أهداف ستة وعشرين سبتمبر والمجتمع يمشي على أهداف ستة وعشرين سبتمبر ونناظر من أجل ستة وعشرين سبتمبر وننتحر للحوثيين وأن بلاد قنان توجه على الحوثيين ما توجه على غير الحوثيين قام الثورة ستة وعشرين سبتمبر ضد الإمامة الكهنوتية وأرسلة القمهورية الديمقراطية اليمنية وقبط على الحكم الإمامي الكهنودي ثورة ستة وعشرين سبتمبر التي أسست الجمهورية والديمقراطية وأخرجت الشعب من الظلامة إلى النور ونحن هنا اليوم نقارع ميليشيات الحوثي التي تريد إعادة الإمامة فهذه الثورة أتت من معاناة اليمنين من الأئمة والتخلف والاستبداد من قبل الأئمة ثورة ستة وعشرين سبتمبر عام 1962 هي ثورة ضد الإمامة ثورة ضد الظلم ضد الجهل ضد الاستبداد ضد التهميش هذه الثورة تعني للحياة تعني اليمن تعني الجمهورية اليمنية ثورة ستتمبر هي الثورة الأم ثورة بناء ثورة انعتاق ثورة الإنسان نفسه ثورة الحياة هي تعتبر ثورة حياة أتت من أقل إخراج الإنسان اليمني من عهد الظلام والكهنوت والطغيان إلى عصر الإنتاج والبناء والتنمية ذكرى الثورة ستة وعشرين سبتمبر ذكرى مجيدة الشعب اليمنية كامل فهي ثورة ضد الظلم والاستبداد والإمامة ولذلك أراد الحوثيين الإماميين closestدد أن يختاروا واحد وعشرين سبتمبر لمحي ستة وعشرين سبتمبر لكن الشعب اليمني واعي ولذلك الشباننا وأنا وعلمونا أن ثورة 26 سبتمبر هي ثورة اليمنية كامل وكل الثورات متدادة لثورة 26 سبتمبر ثورة 26 سبتمبر كانت مرحلة أو محطة مهمة نقلت الشعب من التخلف والقوع والمرض إلى آفاق واسعة من التعليم والتطور عقدت قيادة المؤتمر الشعبي العام في سلطنة عمان اجتماعا تنظيميا برئاسة الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام فائقها السيد بعلوي وبحضور عضوي اللجنة العامة للمؤتمر كهلان أبو شوارب والشيخ صالح أبو عوجة كنسى الاجتماع لمناقشة الشأن التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام ودوره في أي تسوية سياسية قادمة من شأنها رفع المعاناة عن أبناء اليمن الذين يعيشون ظروفا معيشية صعبة وأكدت السيد أن قيادات المؤتمر الشعبي العام على وفاق تام مجددة التأكيد على دور المؤتمر الشعبي العام الذي يعول عليه كافة أبناء اليمن مشيرة إلى أن هذا التنظيم الذي أسسه القائد الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح سيواصل مسيرته في العطاء وبدل الجهود للتخفيف ورفع المعاناة عن كافة أبناء الشعب جمني الميليشيات الحوثية ما تزال تضرب بكل جهود إحلال السلام في الحديد عرض الحائط فتواصل تصعيدها قصفا وتحشيدا لتفجير الوضع مستغلة للصمت المخزي للمجتمع الدولي وتجدد رفضها إدخال مساعدات غذائية للمحاصرين في مدينة الدوريهمي والذين يتتخذهم بروعا بشرية واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتيا لوقف إطلاق النار ودفعت بتعزيزات إلى التحيط وأصابت امرأة بجروح واستهدفت مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة منها وفي الدوريهمي لا تكاد خروقات الميليشيات تتوقف في مدينة وريف الحديدة حتى تعود من جديد مسجلة جريمة هنا أو انتهاك هناك في ظل التغاضي الواضح للمجتمع الدولي عن جرم الميليشيات بحق المدنيين وعرقلتها لكل محاولات أحلال السلام في الحديدة التي تحاول بكل قوة جرها نحو حرب لا تبقي ولا تذر التحيط أكثر المناطق تضررا من بطش ميليشيات الحوثي بل أنها أصبحت هدفا مباشرا لقذائف حقدها التي لا تتوقف بشكل شبه يومي والتي تطلقها على المدنيين فاطمة فرج أحمد ضحية جديدة جرحت بشضية حوثية أطلقتها على الأحياء الآهلة بالسكان في المديرية الأمر الذي أدخلها في حالة صحية خطرة ميليشيات الحوثي جددت قصفها الهستيري بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة في محاولة خوثية لاستفزاز القوات المشتركة يأتي ذلك بالتزامن مع دفع الميليشيات لتعزيزات تموضعت في الأطراف الشرقية والشمالية من المديرية ذاتها في مؤشر واضح على استعداد الميليشيات لإشعال حرب في مدينة وريف الحديدة أما في الدريهمي فقد صعدت الميليشيا من إطلاق نار مكثف على مواقع القوات المشتركة شرقية المديرية مستخدمة أسلحة ثقيلة ومسوسطة ومنذ اتفاق هدنة رعتها الأمم المتحدة في ستوك هولم نهاية العام الماضي تشن الميليشيا اعتداءات بقذائف المدفعية والصاروخية على مدينة وريف الحديدة كما ينفذ عناصرها محاولات تسلل فشلت جميعها أمام بسالة الوحدات المرابطة من القوات المشتركة وكانت ميليشيات الحوثي رفضت إدخال مساعدات غذائية لمنظمة الأغذيات العالمية التابعة للأمم المتحدة للسكان المحاصرين في أحياء سكنية تحت سيطرتها في مدينية الدريهمي جنوبي الحديدة للمرة الرابعة تواليا منذ اتفاق السويد والميليشيات الحوثية تعرقل وصول مساعدات إنسانية مخصصة لأهل مدينة الدرهيم المحاصرين وترفض مجددا فتح الطريق أو إزالة الألغام لمرور المساعدات التي تقدمها منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة أربعون أسرة لم تكتفي الميليشيات بأن تتخذهم دروعا بشرية في الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرتها بل منعت وصول الطعام لضمان بقائهم على قيد الحياة لا تزال عريضتهم ممهورة بتوقيعهم وبصماتهم قيد الحزن والتوثيق هذا ما وصفه رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال السابق لوليس جارد والفريق الحكومي الذي لم يلبي طموح أبرياء لا يريدون سوى لقمة عيش كريمة أن يموت الملايين جوعا في القرن الحدي والعشرين مفارقة مؤلمة تستحق التوقف مليا عندها فالإنسان الذي تذللت الأرض لسلطانه وأخرجت له أثقالها من الثروات إلا أن الميليشيات الحوثية فضلت الاستحواذ على هذه الثروات لتشبع هي على حساب الجوع في الضالع دارت معارك عنيفة في جبهة المشاريح هنا نلتقي بأحد القيادات الميدانية الذي سيحدثنا عن سير المعارك التي تجري في جبهتي حاجر والزبيريات خلال الأشهر الماضي بسم الله الرحمن الرحيم أولا نرحب بكم الآن أن قوات المليشيات الحوثية منذ عدة أشهر وهي تحاول التسلل والهجمات على هذه المواقع منها مواقع الشغال والرهيبي والزبيريات ولكن كانت القوات المشتركة وكتاب الشهيد الشلال الشوبقي لهذا المرصاد وقد صدينا عدة هجمات وقد صدينا عدة أفرار منهم ومن ضمن الذين قاتلناهم كانوا قيادات كبيرة جدا فقدنام قسائرهم الحالة المعنوية المقاترية الحالة المعنوية عالية جدا والاستعدالة يعني في جاهزية قوية وكبيرة جدا بهمم عالية وعزيمة اللاتلين يواصل أبطال القوات المشتركة وكتاب الشهيد الشوبقي وقوات اللواء ثلاثين مدرع كسر تسللات الميليشيات الحوثية باتجاه جبهات الزبيريات وحجر والتي كان آخرها خلال الساعات الماضية حيث تم كسر تسلل قامت به الميليشيات الحوثية وتكبدت فيه خسائر في الأرواح والعتاج نقول أن الحوثيين تم يعني قاموا في صباح هذا اليوم الجمعة بالحجوم المباغة لنا ولكن تم التصدي لهم تتجبينهم خسائر فادحة بالعتاد والأرواح وكان هذا الحجوم غرب منطقة قعطبة يعني في جبهات الزبيري إننا نتائب الشهيد القائد شلال الشومقي في أتم استعداد وقتالي عالية وإن شاء الله في الأيام القادمة نحق الفاخر وما بعده والنصر القادم إن شاء الله والنصر حليفنا والله أكبر لله هنا في جبهات العز والشرف والبطولة يسطر أبطال القوات المشتركة بكافة تشكيلاتها العسكرية ملاحما بطولية في مناطق حجر والزبيريات وما جاورها شمال وغرب الضالع ويتصدون بكل بسالة للمشاريع الحوثية المدعومة إيرانيا ويتعهدون بمواصلة قتالهم حتى تحرير كافة المناطق محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع ولمعرفة المزيد عن ما يدور في الضالع ينضم معنا أحد القادة الميدانيين بجبهة الزبيريات العميد عبد محمد رويد مرحبا بك مرحبا أفين نعم أطلعنا على مستجدات ما يدور في جبهتي حجر والزبيريات بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم نحن في جبهة ما يحاول العدو أن يتسول يتم التصدمه بكل أنواع الأسلحة وتدمير قواته وتدمير عدد من الآلوات وخصائر من الأرواح نعم ماذا عن الجبهة الأخرى كمريس والأزارق نعم جبهة الأزارق كذلك هي بفق التماث لهم بالمرشاق وكذلك مريس المنائشات موجودة وبعض الهجمات تأتي من قبل قوات العضو ولكن الجميع بتمسيق موحد وفي جاهلية قتالة حالية لمواجهة التسللات ونحن بانتظار التجيهات لحسم المعرفة قريبا إن شاء الله ما أسبب توقف التقدم في هذه الجبهات؟ لا يوجد توقف نحن بطور إعداد وتعرف الوهو الذي نعيشها ولكن نحن بانتظار تجيهات قيادة التعالف وقياة المحور وإن شاء الله الشعاعات القادمة تسمعون خبر إن شاء الله نعم العميد عبد المحمد رويد القيادي في جبهة الزبيريات شكرا جزيلا لك اختطفت ميليشيات الحوثي الكاتب السياسي عبدالوهاب الشرفي من أمام منزله في صنعاء أفادت مصادر أن مسلحين حوثيين اختطفوا الشرفي من أمام منزله في صنعاء واقتدوه إلى جهة مجهولة وجاء اختطاف عبدالوهاب الشرفي على خلفية تدوينات على حسابه في فيسبوك تتحدث عن الحارس القضائي والدمار الاقتصادي الذي تسبب أو تتسبب به الميليشيات بفرضها الضرائب وجباياتها واصفا أن من يديرون العملية الاقتصادية في البلاد بغير المؤهلين شركة يمنت المزود لخدمة الانترنت والخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية ترفع التعرفة على الخدمة بنسبة 130% وزارة الكهرباء في عدن تقر تمديد عقود إيجار الطاقة المشترى جولة اقتصادية جديدة وتتركز على الشأن المحلي حيث أقل شركة الاتصالات اليمنية يمن نيت المزود الحصي لخدمة الانترنت في اليمن الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء رفعت تعرفة السعرية على خدمة الانترنت بنسبة 130% رغم رداءة الخدمة بسبب خضوعها لأسالي برقابة مشددة من الميليشيات على المحتوى إزاء ذلك استنكرت النقابة الوطنية للشبكات الإجراءات التعصفية الأخيرة التي أقدمت على شركة يمن نيت برفع أسعار الانترنت للباقات التي يستفيد منها ملاك الشبكات والمواطنين يأتي ذلك بالتزاون مع تجن الميليشيات الحوثية خدمة الريال موبايل لتحصيلات الإلكترونية والشحن الفوري في مسعى جديد للتحيول على المشتركين بهدف نهب أموالهم كما يرى اقتصاديون أكد مواطنون في العاصمة صنعاء أن ميليشيات الحوثي عبر عقال الحالة موالينا لها فرضت ألف ريال زيادة في استوانة الغاز المنزلي كدعم لما تسميه بالمجهود الحربية وعضف المواطنون أن عددا من عقال الحالة يأخذون مبلغ أربعة ألاف ريال قيمة تعبية استوانة الغاز ويضيفون ألف ريال كمجهود حربي ودعم قافلة لرفض مقاتل الميليشيات في الجبهات ومن يرفض ذلك المبلغ الإضافي يتم حرمانه من مادة الغاز المنزلي أكد مدير عام مديرية المخى عودة المحطة البخير الكهربائي في المخى للعمل بعد إعادة تأهل وصيانتها بدعم من التحالف وقيادة المقاومة الوطنية يشار إلى أن هذه المحطة قد خرجت عن الخدمة بعملية فساد في بيع الطاقة للمزارع والمصانع ما أدى إلى تضرور السخانات المشغلات لها وعجز سابق عن توفير القضاء لإعادتها أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في عدن تمديد عقود الطاقة المستأجرة وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إنه تم التوجيه بتمديد عقود محطة التوليد المستأجرة خلال شهر أكتوبر وكان من المتوقع انتهى هذه العقود لمحطة التوليد بطاقة المشترى بنهاية سبتمبر الجارية وأخيرا كشف مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أن حجم المشاريع التي تم تميلها من حصة المحافظة من عائدات النفط بلغت أكثر من 194 مليون دولار وأضف المصدر أن هذه المبالغ تم تخصيصها للقضاعات الخدمية ذات الأولوية المرتبطة بحياة المواطنين وفي الختم تذكير بأبرز العناوين احتفالات اليمنيين بالعيد السابع والخمسين للسادس والعشرين من سبتمبر تعكس عظمة ومكانة الثورة في الوجدان والقلوب المليشيات تجرح امرأة وتستهدف القوات المشتركة في ريف الحديدة وتمنع إدخال مساعدات للمحاصرين بمدينة الدريهمي قوات المشتركة والمقاومة تحبطان تسللات للمليشيات في حجر والزبيبيات بالضالع وتكبدانها خسائراء في العدة والعثار يمكنكم متابعة البيت الحي عبر موقع القناة الظاهر أسفل الشاشة وكذا عبر منصات التواصل الاجتماعي لخاؤنا في الخامسة والنصف على خير في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر